ايه حكاية الباكرايت دي بالمناسبة؟ بص انا ممكن الناس فاكرة ان انا لعبت باكرايت ماتش اهل وزمان بس بطولة افريقية لأ انا لعبت باكرايت وباكليفت كمان قبل كده مع مستر فينجادا دوري 2004 وخدنا الدوري لعبت باكرايت وعبت باكليفت ولعبت هفرايت وهفليفت وفندر وفرود وطاعة الفرود لكن معلمة مع الناس شوية كان ماتش الاهل وزمان بقى ده ليك برضو لعبت باكرايت كنا احنا ممكن بطولة افريقية انت عارف وانت عارف زي ما بيحصل لسينا ده كده الموسم خلص ففي لعبها مشت ولعبها جات ما تسجلتش فاحنا اللي موجودين هم استاشا لعيب يعني القايمة كلها استاشا لعيب وهتلعب عندك الاهل في بطولة افريقية كل اللي جم جداد ما حتش تسجل فكنا استاشا لعيب فطبعا كان الكابتن فارجو عفر ما تسجلتها وساعتها قال لي يعني محتاجك تلعب باكرايت في ماتشين اهل وزمانك والحمده رو عملت ماتشين كويسين يعني من اللي كان بيلعب عليك ساعت؟ كان جيل بيرتو كان جيل بيرتو اه وعملت ماتش يعني ماتش الاولاني ملاعبتوش نزلت في الاخر كنتم صعب فانزلت اخدت انتنين سفر للاهل وفانزلت اخر تلت ساعى كده التاني كان كويس اه التاني عملت ماتش كويس اول الحمده لعبتم من اول وقع وقفت جيلبيرتو يعني. بص هو المطش الأولاني كان الكابتن فروجو عفر عايز اللاعبني طبعا مساك التمساط. فقط طول ما مش قادر كابتن فروجو فلاعبني التلت ساعة الأخيرة فنزلت الحمدو كنت كويس. فالمطش داني بقى بدأت حمدو كنت كويس. اه لعبت حمدو عمدت مطش كويس يا عوي. يعني حتى أنا فكر بين الشوتين كان جيلبيرتو في الوقت دوت من أحسن لعبة في مصر. طبعا. وأحسن مكيفته في مصر. طبعا. ما كان كان الباكات رايت أصطر ما عفوش لعبه عليها. صح. يعني بقولك بكل سرق. أو يمكن اللاعب عليه قبلية وبعدية ناس كتير أول. اه. أنا فكر في المطش دي كابتن فروجو عفر الشوت الأولاني قال لي يا سامح حايل خليك زي ما أنت ماشي كده الشوت الأولاني. بس للأسف بقى زي ما بقولك حنا كنت نستاشا اللعيب. مم. فكان ما فيش ما فيش هف لعب معي. مم. كنت لعب بقى كل واحد يمكن. كانوا الاتنين ديفندرين الاتنين شغول. مم. فالاتنين بيمين واحد شمال وسبيني لوحدي. فالشوت الثاني بقى بقى عندي اتاة أربعة ورايا هم كانوا. أفضل شغول شغول الثاني. لكن الشوت الأولاني كله. لا 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 لقيت فيه هجمة عليك. انت شغال لوحدك. لوحدي وفيه اتاة أربعة بيجولك. بصدعبتي كان برقات بيجي عندي وجلبرتو بيجي عندي يعني لعبك تيه. والاتنين الشغول اللي كان ابو العلا ومحمد عب واحد. الاتنين ديفندرين فيها طبعا هم شغول الاتنين. فغصب عنهم بيمينوا لحد الشمال وسبيني بقى الواحد دي. بس فيه لعيبة تقولك ايه. وتروح تقولي المدرب كده. يا سيدي لأ انهلا عمهاجي ما تحطنيش في موقف محرك في المرأة. يعني ما تقعدش توديده في مراكز. انت تقريبا زي ما انت قلت كده. انت ما لعبت في كل المراكز ما عدا الاتنين سنتر باك والحارس. بزبت بس المراكز اللي انت ما لعبتش فيها. بالزبت اه. ازاي؟ بص هقولك فيه زي ما انت قلت كده لعيبة ما تقدرش لعب في الماكن دي. صح. لكن اللعيب اللي واصلك في نفسه كويس قوي والإمكانياته كويسة. واللي بيجمع بين حاجات كتير بين المهارة بين القوة بين السرعة بين الزكاء بيقدر لعب في كل حاجة. انا انت جيبت اخر حاجة. بالزكاء بالزبت انا لعبتها بالزكاء يعني انا اولا. طب اقولك حاجة انا ممكن قبلها ما بقولك انا لعبت بقرية كتير بس الناس مش فكرة. الناس مص بس فتكي مطش اهل وزمائك. انا لعبت بقرية مع مستر بوكير هناك قبلها برضو في افريقيا كنا بلعب اسك ابي جان. وبوكير ذا كان لسه جاي لنا. و جابني ونمطش الصبح. ونمطش الصبح. انا قبل بيجي بوكير مكنش بالعب كتير. فجابني ونمطش الصبح قال لي سمح انت تلعب النهاردة. طوله تمام كويس اوي فرحت اوي. قال لي ان شفت المشروع بتاعت السنفات الكلوات فرقت عليك. ازاي ما كنتش بتلعب. قال النصيب. قال لي انت تلعب نهاردة. طوله تمام. قال لي هتلعب بقرية. قل قول او مربع الابني بقرية. طوله ليه. بوكير هو اقول اح تلعب بقرية. اه طوله ليه. قال لي عشان الباكلفة عندهم احسن لايه في فرقة. اه. اهلالي كده. قال لي بقرية بتاعهم ده احسن لايه في فرقة. اه. وانا عادلت تلعب عليها. تروح له تثبته. قال لي انت لعب كورة. اه. وزاكي. وكورتك حلوة. فهتبقى قاري هو عايز يعمل ليه. مش هترقص بسهولة. فاللعيب الزاكي المهاري بيبقى قاري لو ده ما هيرقصه ازاي. اه مش هيعد مني اقفله هنا. فادي بقولك ايه حدة زكاء انا ما اتمرنتش عليها. اه. لكن زكاء عندك مهارة عندك مخ بتفكر بتاع فتوقف كويس خلاص. عايز ارجع تاني المطش الاعلي ده بس عشان جات في بالي حاجة. انا لو بالعب مكانك باكرايت. ولقيت جاي عليها جيلبرتو وبركاتو وابوتريكا والناس دي كلها هقول المدرب لا مش هكمل انا في المكان ده انا عايز قدام. جايبلي جايبلي غارة في غارة جاي علي. مش هتتنئت عندي ثلاثة اربعة عندي. صح كده؟ بصراحة. لا وكل واحد فيهم مشي الجبهة عادي. وهم شوت ايه حترعين سفر سفر. ماشي. شوت التاني يعني ثلاثة اربعة بيجو عندي. بس الحمد لله ربنا الحمد له ما فيش اجوان مني. اه. باختم مباشرة يعني. اه الحمد لله خالص يعني ما فيش يعني ممكن. في ناس فاكرة رئيسة كده في نص مهارة بجيلبرتو. طبيعا انت. وملاقي تبير. فيش حد ما ترقص. صح كده. وهو معلش انا بلعب رص عربة. اه. لو جيلبرتو جيلب عليها سير دباك هو. ما انا هموته. هموته. هرقص طبعا. اه. مش يعفل لب عليها اصلا. مش فانت ما تترقص رئيسة في مطش ولا حاجة يعني مين في مصر ما ترقص. اه. وحاجات عادية يعني.